السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم هذا الخبر الكويت تؤجل الدراسة ثلاثة أسابيع قالت تقارير علامية أن وزارة التربية الكويتية سوف تعلن رسميا عن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة وحسب ما نقلته القبس الكويتية عن مصادر حكومية فإن الوزارة قد اتخذت قرارا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع ليبدأ في الستة من مارس أذار بدلا من 13 ففراير شباط الجاري أكدت المصادر أن وزير التربية دكتور علي المظف عقد اليوم اجتماعا مع قيادات وزارية لبعث أمكانية تأجيل انطلاقة الفصل الثاني لمدة ثلاثة أسابيع حيث لاقى المقترح قبول القيادات وتقرر رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الأمر وكشفت أن هذا التأجيل سوف يتبعه تغيير في جدول امتحانات العام 2021-2022 حيث يتم تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الثاني لجميع الفصول والمراحل التعليمية وأوضحت أن نظام المجموعتين سيستمر في الفصل الثاني ولن يتم تغييره ما لم يطرأ أي مستجد خاص بفايروس كورونا يشار إلى أن عملية تأجيل بداية الفصل الثاني سوف يترتب عليها تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية إلى نهاية مارس تقريبا وترحيل اختبارات الفترة الدراسية الأولى المؤجلة للطلب المخالطين والمصابين وحالات الاشتباه لتصبح في شهر مارس بدلا من فبراير وموعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية مرجحة أن تبدأ اختبارات الثانية عشر في منتصف يونيو حزيران بدلا من 29 مايو آيار ترجمة نانسي قنقر